نتذكر مع بعض الدراسة التي حاولنا من خلالها نثبت علاقة بين سرطان الرئة والتدخين بأنه جبنا مجموعتين مجموعة مدخنين ومجموعة غير مدخنين ودرسناهم بعد فترة وشفنا جهو نسبة حدوث سرطان الرئة بالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية وقاررنا النسب وطلع معنا أنه في علاقة بين التدخين وسرطان الرئة هذه الفرضية كيف قدرنا نوصلها أصلاً؟ ما خطر عبارنا أنه نقول ليش ما يكون التدخين سبب لسرطان الرئة؟ ليش ما خطر عبارنا أنه يكون شرب الشاي مثلاً؟ ليش ما يكون تناول الشوكولات؟ حقيقةً قبل هذه الدراسات التحليلية هي دراسة أناليتيكل تحليلية مراقبة رصدية إضافة لأنها حشدية كوهورت هذه الدراسة سبق دراسة وصفية أني أنا بجيب مجموعة مرضى سرطان الرئة وبدرسهم بشوف شو هن عوامل الخطر اللي عندهم كم واحد عنده سكري فيهم؟ شو الأدوية اللي يتناولوها؟ شو التدخين عوامل الملوثات؟ كم واحد يدخن فيهم؟ من خلال هذه المجموعة أنا بقدر بصدر دراسة بقول أنا والله شو خبرتي بالتعامل مع مرضى سرطان الرئة؟ عندنا سرطان الرئة في نسبة المتدخينين كانوا بسوريا مثلاً 80% من المجموعة أو من عيني اللي درستها هذه الدراسة هي الدراسة الوصفية تفيدني بإني انتج فرضيات ما بتفيدني بإني أخذ نتائج أبداً أبداً ما فيني أستنتج من هذه الدراسة أن التدخين هو سبب سرطان الرئة فيني أستنتج أني أخذ فرضية وروح أختبرها بدراسات أقوى اللي هي بتعطينا نتائج أهمية هذه الدراسات واحد منه إن إنتاج للفرضيات رقم اثنين أنا من خلالها بقدر بعرف التريند بعرف أنا شو هو التوجه اللي عم يصير بضرب مثال أني أنا بدي القسم تبعي كل قسم لازم يعمل تحليل بيانات لمرضى ومن خلال مثلاً قسم العناية القلبية خلينا نقول كم عدد القبولات شو هي نسبة الوفيات بالشهر الفناني كم عدد المرضى الذي ينقبلوا وكم عدد المرضى الذي يصارى عندهم قصطرة كم عدد المرضى هنا على المنفسة مثلاً بقسم العناية أنا فيني أخذ بيانات ثانية شو هي الأعمار شو هي الجنس سبع المرضى هؤلاء كله بيانات أنا فيني من خلال أحلل نسبة انتشار كذا نسبة حدوث كذا الوفيات بالربع الأول من عام 2019 مثلاً طلعتها بثلتة شهور الأوائل بريد بجمع بيانات في الثلاثة شهور الثانيات وبحسب نسبة الوفيات ونسبة القابولات الرابع الثالث والربع الرابع بالعام 2019 من خلال مقارنة النتائج مع بعضها بقدر بعرف شفرون القسم عم يتصرف عندي شو هو الأداء ومن خلاله بقدر أن أعمل خطط للسنوات البعدة اللي هي التخطيط فهي دراسات مهمة لهذا الأساس ما هي مثل ما أن كل دراسة يجب أن أعرف شو فائدة أو شو هي نقاط قوتها ونقاط ضعفها الكيس كونترول هي عبارة عن ديسكريبتف الصادي أنا بمسك حالة ونشرها بالأدب الطبي مفيدة جدا لطلاب الطب وطلاب المقيمين ممكن إذا كان حالة نادرة جدا جدا تفيدك تنشرها عادة هي غاية لتحسين السي في حقيقة طلاب يعملوا هذا الشي أنا كطبيب أو كشخص بممارس سريلي ممكن يفيدني الكيس ريبورد أنا أبحث عن حالة بالأدب الطبي موافقة لحالة مريض عم شوفه وتظاهره غريب نوعا ما يعني أنا بضرب مثال حاليا عم يشتغل أنا بطب زرع الكلية عم يجينا مرضى عم نعملوا انخزعات عم يطلع كلابسنج جي ان يعني الالتهاب الكباب والكلية الإنخماصي كلابسنج هو نمط شديد من أنماط الف اس جي اس طيب هذا ما بجينا مع الرفض عادة هذا ما بجي مع رفض الكلية نادر ما يجي مع الرفض فأنا مثلا اجاني حالتين ثلاثة بهذا من هذا النمط بحثت طلع موجود ممكن يتظهر مع الرفض والشي ثاني اللي هلأ عم نسمعه كتير أو حتى عم نشوفه مثبت كمان بي كيس ريبورد أنه عم يظهر مع الكوفيد لاحظوا أنه لا عندي مرضى كوفيد أصلا لحتى أعمل دراسات وقول والله نسبة حدوث كذا عند نسبة حدوث التهاب الكباب والكلية الإنخماصي عند مرضى الكوفيد 500 ما فيني أعمل هذا الكلام هذا بس فيني يقول أنه في كتير كيس ريبورد حاليا عم تصدر حاليا بالسنة الأخيرة هلا بالستة شهر الماضيات عن كوفيد أو التهاء الكورونا صاب مرضى وصار عندهم قصور كلا ويعملان الخزعات نادر ما ينعمل الخزعات بس نعمل وطلع عندهم كلابسين جي إن مثلا الكيس سيريس كمان هي مجموعة حالات بدل ما يكون حالة واحدة بنشرها بنشر مجموعة حالات متشابهة وبفترة زمنية متقاربة بنشرها ومنتذكر أنه كابوزي ساركو ما انتشرت بداية كاكيس سيريس ببداية الثمانينات هذا كان ملخص سريع للدسكريبتف ستادي ممكن نتناول بالمحاضرة الجاي حالي ستناول جزء مهم كمان من الدسكريبتف ستادي اللي هو دراسات العرضانية والدراسات الطولانية حقيقة فأنترككم بأمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة